لقد عرض عليهم أكثر من 11 مليار دولار ليس فقط بالمؤتمرات ولكن من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات هذه الجزرة لم يقبلوها حتى الآن إذن ما الذي يحدث؟ الحكومات الآن تفرض عقوبات لقد قالوا للبنان أعطيناكم الجزرة ولم تستجيبوا سنعطيكم العصى الآن الأمر المهم الذي علينا أن نفعله هو أن الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاءها والدول العربية والروس وغيرهم الذين لديهم مصلحة كبيرة في رفاهية لبنان عليهم أن يجتمعوا بصوت واحد ويقولون لهم اللعب انتهت عليكم أن تتنحوا جانبا